عامان من غياب الدولة في تعز وعودة جديدة لشبح الاغتيالات فبعد اتساع رقعة الاغتلال الامني وغياب فاعلية السلطة المحلية كانت النتيجة من جديد ارتفاع آخر في عدد الضحايا هكذا أضحى المشهد في المدينة التي كانت الأولى في مواجهة الانقلاب وهكذا أصبح الوضع مرشحا لزيادة أعداد الضحايا من المدنيين والعسكريين عمليات الاغتيال وصل آخرها إلى أكثر من ثلاثة عمليات خلال يومين فقط كان ضحيتها عدد من المدنيين وقيادات في المقاومة فيما لم تلقى تلك الجرائم بحسب أبناء المدينة أي تفاعل من الأجهزة الأمنية التي ما زالت الأخرى تشهد شللا تاما في أغلب مناطق المحافظة جرائم الاغتيال التي تحدث في المدينة بين الفينة والأخرى سبقها أيضا عمليات ممنهجة استهدفت العديد من القيادات العسكرية على يد فصائل مسلحة الإنفلات الأمني وانتشار الجريمة من قبل جماعات تحرص على الظهور بشكلها العقائدي المتشدد كان العنوان الأبرز في هذا المشهد وأصبح هاجسا يؤرق المحافظة التي ما لبثت من كسر جزء للحصار الذي فرضه عليها تحالف الانقلاب في الفترة السابقة لتدخل في دوامة الاغتيالات تعود تعز لتخوض اختبارا آخر هذه المرة في طريق ترسيخ الأمن والاستقرار وتجاوز ويلات الحرب التي شنتها الميليشيا على المدينة خلال العامين الماضيين